السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذه الحلقة سوف نتعلم كيف نتعرف على تربتنا هل هي قلوية ومالحة أم صالحة للزراعة من المعروف أن التربة القلوية المالحة تمنع النبات من امتصاص المواد الضرورية لنموه فلذلك يبقى ضعيفا ولا ينمو بشكل طبيعي لذلك سوف نتعلم كيف نسمد نباتاتنا ونجعلها تستفيد من هذه الأسمدة في التربة القلوية أيضا كما أننا سوف نتعلم كيف نعالج هذه التربة حتى وهي مزروعة بالنباتات بدون أن نضلف النباتات الحياة تجارب بعض هذه التجارب يكون مرا ومسعجا ولكنه يعتبر درسا نتعلم منه أمورا مفيدة لقد وقعت أنا شخصيا بتجربة مريرة هيا بنا لنعرف كل ذلك ونبدأ من البداية في هذه الحلقة سوف أحدثكم عن تجربة صعبة مررت بها فقبل عدة أشهر اشتريت تربة زرعية حمراء ولكنها كانت طينية جدا يعني لا تصرف مياه الري لذلك اشتريت رامل صحراء وغسلته غسلا جيدا وخلطته بها لجعلها هشة خلطت التراب مع الرمل مع البتموس لترب بالنسبة واحد إلى واحد إلى واحد فأصبح قوام التربة ممتازا كان الأمر يبدو واعدا خاصة أننا كنا في شهر أكتوبر ونستعد للزراعة الشتوية زرعت كل المزروعات الشتوية السلق والسبالخ والملفوف والقرنبيط والفول ولكنني فجأت بأن النمو كان بطيئا جدا على الرغم من التسويت ومن الرعاية اكتشفت بعد فوات الأوان أن سبب ضعف النبات هو التربة لأنها كانت شديدة القلوية والملوحة فهي على الرغم من شكلها المناسب إلا أن النباتات تعاني فيها من المعروف أن التربة القلوية والمالحة لا تسبح للنبات باستخلاص الغذاء من التربة لذلك يظل النبات ضعيفا ويصاب باحتراق الحواب في الأوراق كيف نتأكد من أن التربة قلوية ومالحة؟ يمكن التأكد من قلوية التربة بخلط الخل مع قليلا من التربة إذا كان هناك تفاعل شديد فمعنى ذلك أن التربة شديدة القلوية والملوحة كلما خف التفاعل تكون التربة أقل قلوية وأقل ملوحة يكون التفاعل على شكل فقاقيع صغيرة تظهر على سطح التربة وللتأكد من فعالية هذا الاختبار أخلط الخل مع قليل من البتموس أي مع قليل من لا ترب البتموس أو لا ترب تربة زراعية متعادلة أي لا قلوية ولا حامضية هي تربة صناعية لذلك لن يكون هناك أي تفاعل ولم تظهر الفقاقيع أبدا ماذا فعلت لإنقاذ نباتاتي رغم ملوحة التربة؟ بعد أن تأكدت من قلوية وملوحة التربة قمت بالتركيز على التسميد الورقي مما ساعد النبات على التحسن يعتبر التسميد الورقي طريقة جيدة لمد النباتات بالعناصر الكبرى وصغرى عن طريق رش هذه العناصر على أوراق النبات تكون هذه الطريقة أحيانا أفضل من التسميد بواسطة الجذور ولكن ذلك كان حل المؤقتا يعني حللت مشكلة النبات ولكنني لم أحل مشكلة التربة مشكلتي كانت كيف يمكنني معالجة القلوية والملوحة في التربة بدون أن أزيل النباتات التي عليها في عز عطائها وكيف سأجهز التربة للزراعة الصيفية خاصة من أهل الآن على مشارف الربيع يعني كيف يمكن أن أنقذ التربة من القلوية والملوحة حتى أتمكن من زراعتها بالطماطم والفلفل والبذنجان والملوخية والبامية وغيرها المشكلة أن النباتات الشتوية ما زالت في عز عطائها فهو الفول مثلا وهي البازلاء والبروكلي والسلق والسبانخ خسارة أن أتخلص منها لمعالجة التربة فهل يمكن معالجة التربة وفيها النباتات بدون الأضرار بالنباتات؟ قررت إجراء تجربة سريعة وهي عبارة عن زراعة شتلات جديدة من الفلفل في ثلاثة أوعية وسقي أولها بالماء المخلوط بالخل بنسبة ملعقة كبيرة من الخل لكل لتر من الماء أما الثاني فسوف أسقيه بالماء المخلوط بملح الليمون أو الأسيد ستريك بنسبة ملعقة صغيرة من ملح الليمون لكل لتر من الماء والثالث سوف أسقيه بالماء فقط وسوف أراقب تطور هذه النباتات إلى المدة قصيرة لا تزيد على أسبوعين للأسف فإن عنصر الوقت ليس متوفرا لدي عندها سوف ألاحظ تأثير هذه المكونات على التربة من خلال تأثيرها على النباتات وسوف أطبق التجربة التي تنجح على بقية المزروعات يعني سوف أروي بقية الأصص الموجودة عندي بالخليط الذي يكون تأثيره جيدا ويكون نبو النباتات فيه أفضل ها قد قمنا بتحضير الأصص واكتبنا عليها نوع الماء الذي سنرويها به سنقوم بري غامر قبل الزراعة أولا بالماء المخلوط بملح الليمون ثم الماء المخلوط بالخل وأخيرا الماء بدون أي شيء آخر الآن نقوم بغرس شتلات متساوية الحجم والقوام بهذه الأصص إنها شتلات فلفل حار نتيجة التجربة بعد أسبوع أصبحت الشتلات هكذا نلاحظ أن النبتة التي تتمسقيتها بالماء المخلوط بالخل قد نمت بشكل أفضل أما النبتة التي تم ريها بالماء المخلوط بملح الليمون فجاءت في الترتيب الثاني يعني فيه تحسن ولكن أقل من الخل أما التي رؤيت بالماء فقط فقد بقيت كما هي ولم تتطور أبدا عدنا بعد 15 يوم أي نهاية التجربة ما زالت النبتة التي رؤيت بالماء المخلوط بالخل تتفوق تفوقا طفيفا على النبتة التي رؤيت بالماء المخلوط بحمض الليمون أما النبتة التي رؤيت بالماء فقد فقد بقيت ضعيفة النبو النتيجة وكيف سأعالج تربة الحديقة كاملة بالخل وبملح الليمون أعدت إهراء اختبار قلوية التربة مع الخل على الأصص الثلاث وكانت النتيجة إيجابية جدا في الأصيص الذي كان يروى بماء الخل وجيدة بالنسبة للأصيص الذي كان يروى بالملح والليمون أما الذي كان يروى بالماء فقد كانت النتيجة كما هي لم يتحسن لذلك سأقوم ابتداء من اليوم بري جميع أصص حديقتي المكونة كلها من الأصص مرة بالأسبوع بماء مخلوط بالخل وفي الأسبوع الذي يليه سوف أروي النبتات بماء مخلوط بملح الليمون أنا متأكد أنني سوف أنجح بهذه التجربة بفضل دعائكم وبفضل مثابرتي فالخل وملح الليمون إذا تم استعمالهما بطريقة مناسبة قادران على إزالة ملوحة التربة وتقليل قلويتها أرجو أن أكون قد قدمت مهلومات نافعة إلى مزارعي الأسطح وأتمنى لكم بستنا سعيدة وإلى اللقاء